الأعمال الزراعية في المشتل أولاً، إعداد أرض المشتل للزراعة تجري لأرض المشتل عمليات زراعية تتلخص في حرث الأرض إضافة السماد العضوي تعقيم الأرض بالإشعاع الشمسي أو البخار أو المبيدات أو الغازات تسوية سطح التربة وتخطيطها تركيب شبكة الري ثانياً، استخدام مخاليط بئات زراعية بعد الخلط والتعقيم تعبى في أكياس أو أصص أو أحواض ثالثاً، الزراعة تختلف طرق الزراعة حسب طبيعة التربة نوع وحجم البذور أو العقل المراد زراعتها أهم طرق الزراعة هي الزراعة في أكياس أو أصص أو أواني أو أحواض أو خطوط رابعاً، التفريد يتم تفريد البادرات أو الشتلات الصغيرة مع الحرص على تجنب تمزق الشعيرات الجذرية أو تعرضها للهواء خامساً، الري يتم إعطاء المياه حسب حاجة النبات وللري عدة طرق اليدوية تحت السطحي بالرذاب بالتطبيب السطحي الغمر الأنابيب الفرعية سادساً، التسميد تضاف كميات السماد العضوي والكيماوي حسب عمر ونوع النبات سابعاً، التدوير والنقل يتم تدوير الشتلات الكبيرة بنقلها ووضعها في أصص أكبر من حيث الحجم ثم يتم وضع الشتلات في مكان نصف مضلل تمهيداً لنقلها للأرض المستديمة ثامناً، مكافحة الآفات الزراعية تاسعاً، التربية تقليم ترجمة نانسي قنقل